لو قلت لك حراج لوقت قاد في لجنة فرنية في نادي الزمالك قلت لك الزمالك محتاج حرس مرمى ترشح مين اعرض لي محمد بسام الشريف اكرامي محمد صبحي محمود جاد صبحي صبحي جاد برا طريع برا خلاص لندن صبحي صبحي او جاد اوكي صبحي واحد فيه ماشي في المدافعين المدافعين بقى انت محتاج انت لتختار عشان انا ممكن ملاقيش لا هو الاسماء اللي بتتعرض اه اول خلي بقى اه يعني احمد ايام المنصور رايك في ايه جميل طبعا طبعا اعطاك في كلام معا زي دونجة مثلا بس هل الفرق هتسيب اللعيبة دي واللعيبة دي خلصانا خلاص احمد ايام المنصور عادو خلص مع برا مرمى ممكن اقول لك معنومة كمان انهم موقع عود مع نادي الزمالك بشكل مبدئي اصفية 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 القاعد بقى بالزاد ممكن ما تجيش اه او سايب الراجل يقول انا عايز كذا وهو جهوله عشان دايما يقول لك ايه ان شاء الله جميل الزمالك لما هتعرف الناس اللي جاية هتبقى فرحانة قوي ومن ضمن مميزات الزمالك مع المجلس ده ان كل اسرارك مش طالع برا صح غير الفترات اللي السابقة عارف دايما كن احنا كاعلاميين او الناس بتشتغل في العلامة او في الصحافة تتهم ان انت هو اشمعنا اخبار نادي الزمالك هو اشمعنا المشاكل اللي في نادي الزمالك بتقولها هو انت ليه بتعمل كده كنت دايما اطلع اقول يا جماعة اخبار نادي الزمالك هيا المتاحة ايه رايح اخد خبر من الاهلي بعض الليب في حوين نفسي عشان عارف اطلع بخبر بس انا جالي خبر ومتاح مقولوش ليه فدايما كنت بعيب على فكرة انه النادي الزمالك هو اللي كانت اخباره اللي بتبقى مشاع للناس صح بس دلوقتي انا بشيت بنادي الزمالك زي ما حالك بتشيت به انه صعب جدا تاخد معلومة من النادي الزمالك دلوقتي دي حاجة تفرحنا منتهى الصعوبة احنا كنا على الصحة كده قبل ما تقوح تعرف ان ده كح صح وبقولك كان يولام الاعلاميين وانا عارفت خيال حالك انت اعلامي وحد جالك قالك ايه والله في مشكلة حصلت النهاردة تدريب نادي الزمالك والعيبة خنيمة على عيب هل انت هتخبيها لا ما جاتلك دلوقتي لا دلوقتي مستحب فدي من المميزات اللي موجودة دلوقتي صح او من ضمن يعني من عوامل الاستقرار في النادي البندي ده